في كيم عبد عامون مشهورة بالزيتون في كيم عبد عامون مشهورة بالزيتون نطلب من رب نكون وعن الخير عليها يدون كتير من المواقع الأجنبية بتصنف سيوة دمن أكتر تسع أماكن عزلة في العالم وده يمكن السبب اللي خلاها حفظت على كتير من عددها وتقاليدها والطرازها المأماري واللغة الأمازيغية اللي بتميزها لكن الغريب أن سيوة فقدت كتير من أغانيها التراثية وعشان نفهم المسألة أكتر ممكن نرجع لسنة 1932 لما جات هنا الباحثة الألمانية بيرجريت شيفر وكررت الزيارة للواحة سنة 1933 واستفادت من إتقانها للعمية المصرية بحكم نشئتها في اسكندرية وعملت دراسة بيصنفها بعض الأكاديميين على إنها أعمق وأشمل ما كتب من دراسات علمية عن الموسيقى الشعبية المصرية شيفر جمعت في وقت قليل وسجلت أكتر من 45 أغنية تراثية من سيوة في زيارتنا للواحة حاولت أكمل جامعة 15 أغنية بس معرفتش ايه اللي يخلي الناس تتخلى عن التراث اللي كانت بتعملهم في فترات من الزمن؟ ما هو عشان يعني هما بدأوا يبص الحاجة ما يتابع الشرع والدين ما يخالف كده نبقى خلاص يبوك انت شفت وانت صغير العرائز بتيجي هنا آه شفتها فاكر الأغاني اللي كانوا بيغنوها حاجة واحدة ليه العروسة مثلا بعد ما بترجع من هنا بالليل بتتزين بيبقى فيه طبق بيحط فيه الجاتور الحنة والعطر والبخور والحاجات دي كلها فيه كده قصيدة لحد دلوقتي اسمها المناوي المناوي آه بيقول لك صلوا يا أهلي الكمال يا عالنبي باهي الجمال صلى الله عليه بالعربي بالعربي لا ليه لان لو تكلمنا عالسيوة نرجع للغة هترجع للغة الأمازيغية اللي هم اللي حافظوا على الكتابة أول ناس اللي هم التوارع زي مثلا تروح من هنا لحد جزر كنارية آه ما تجي مثلا الثقافة الأمازيغية هنرقي أكتر واحد من الناس بنعرفها زي مثلا عباس بن فرناس بن بطوطة طرق بن زياد فدول من الأمازيغ بتختلف اللهجات من مكان لمكان آه زي عندنا في مصر يعني هتلاقي مثلا داخل مصر فهم تلاقي مثلا السعيدي الإسكندرادي البحراوي كل حاجة بتختلف اللغة الأمازيغية برضو لها هي لأن طبيعة المكان هو اللي بيحكم اشتركوا في القناة